هل يجب أن يقوم بإبقاء تغريص العود وفق ما يقوم بإبقاء أهلا للشركة للمتدن الجواب كان يقوم بإبقاء منتدن على المتقدم فإن يقوم بإبقاء مددن على تغريص العود يغتقى آرام نغتقى تفونست أما ألقى أنه يجيزق الشركة أبل قسير الشركة أشكو الصحابة رضوان الله عليهم يتبتح لسن أتشارك نغلهادي أتلقى نسا ورام نغسا نغل حجن نغل عمره أشكو جابير بن عبد الله رضي الله عنه إن نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وفي رواية حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة إن النووي التحر بطبعه وتعالى هل لحديثات التنينت دلانت إسجوز الشركة المدى تغسل العيد ولا الهدي ولكن العلماء من كله أرتنين هل يلقى ولا تغطى هل يجوز الشركة المدى وكان الأحد يتدرتنين بأن أرام أرقص الشركة المدى سام مدى تفنستن تتدرك الشركة سام مدى وكان الأمر يتدرك الشركة المدى يتدرك الشركة المدى وكان الأمر في الهدى وكان الأمر تحتوي على المحرم يغفل السبعة يغفل السبعة يغفل السبعة كانت تحييه دميراً ليس فلاسيلاً وكانت لدائما للإفتاء أن ساقصنت إسي جوز السركن للأضحية هن يوين جاوبند بأن العضحية إذا تكتفون سنغارام هنجوز السركن سميدن سواء كان إغيط تغمي إغيطت سواء كان يعني العائلة ولا رجل على العائلة أشكو النبي صلى الله عليه وسلم إكفالي من الصحابة أتشاركن أتشاركن غلهادي كي قد أفو نس ولا كي قد أرام أتشاركن سامدن